قامت ميليشيات الحوثي ليلة أمس بهاجهم على تلك المواقع وتم التصدي لهم رغم كتافة الألغام في هذه الأماكن في الخطوط الأمامية وتم كسرهم وأننا سوف نأتيهم أحنا بإذن الله مهما جلسوا وأننا لن نجلس دفاع سوف نأتيهم أحنا بلا ننتظر أوامر وسوف نأتيهم بإذن الله إذن نحن الآن في جبهة الساقية هذه الجبهة التي حاولت بالأمس ميليشيات الحوثي كما تشاهدون في هذه المناطق حاولت التسلل إلى هذه المواقع التي يتمركز فيها قوات الجيش الوطني لكن تلك المحاولات التي حاولت من خلالك الميليشيات الوصول إلى مواقع الجيش تكللت تلك المحاولات بالفشل نتيجة تصدي قوات الجيش الوطني هنا كما تشاهدون في تلك المناطق حيث الأشجار الكثيفة تتواجد ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح وهنا أيضا في هذه المواقع المتقدمة توجد قوات الجيش الوطني في هذه السواق المياه كانت الميليشيا حاولت في المساء أمس أن تزرع الألغام وحاولت التسلل إلى مواقع الجيش الوطني لكن تلك المحاولات قد خسرت فيها الميليشيا الكثير من الأرواح والعتاد نتيجة تصدي قوات الجيش الوطني لها من جبهة الساقية علي الجرادي لقناة بلقيس الجوف